مجددا أزمة تجسس بين الولايات المتحدة ودول أوروبية مع الكشف عن فضيحة بشأن تجسس واشنطن على مسؤولين أوروبيين وفي مقدمتهم المستشارة الألمانية أنجلا ميركل موقف فرنسا جاء على لسان رئيسها إمانويل ماكرون الذي شدد خلال قمة افتراضية مع المستشارة الألمانية ميركل على أن التجسس على الحلفاء خطأ التجسس بين الحلفاء غير مقبول لا مكان بيننا للشكوك لذا ننتظر توضيحا للحقائق لقد طلبنا أن يقدم شركائنا الدنماركيون والأمريكيون كل المعلومات حول هذه التسريبات وننتظر أجوبة على أسئلتنا ميركل شددت على اتفاقها مع ماكرون لكنها أعربت عن ارتياحها حيال موقف الدنمارك شعرت بالاطمئنان لكون الحكومة الدنماركية وبين أعضائها وزيرة الدفاع قد أعلنت بوضوح شديد موقفها من هذه الأمور إنه أساس جيد ليس لتوضيح الوقائع فحسب بل أيضا لإرساء علاقات من الثقة هذه الفضيحة تعيد إلى الأذهان فضائح سابقة عن تجسس الولايات المتحدة على القادة الأوروبيين ففي عام 2013 كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن عن آلاف الوثائق السرية التي فضحت أعمال التجسس الأمريكية بعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 وفي عام 2014 بدأت الاستخبارات الدنماركية النظرة فيما إذا كانت وكالة الأمن القومي الأمريكية استغلت تعاونا تجسسيا دنماركيا أمريكيا للتجسس على حلفاء الدنمارك وما بين عامي 2012 و2015 قيل إن الولايات المتحدة استخدمت الكابلات الدنماركية للتجسس على الصناعات الدفاعية الدنماركية والأوروبية وهو ما كشف عنه في نوفمبر الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر